السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي طالبات الصف الثامن بناتي الطالبات اليوم بإذن الله سوف نستكمل معنا دروس الوحدة الأولى بعنوان كوكب الأرض الدرس الثاني أغلفة الأرض أهداف الدرس يتوقع من الطالبة أن تعدد أغلفة الأرض المختلفة تقارن بين سخور القشرة الأرضية تفسر أهمية الغلاف الصخري أولاً التهيئة أجيب ابنة الحبيبة على السؤال التالي قارني بين القشرة القارية والقشرة المحيطية أولاً القشرة القارية تعرف باسم طبقة السيال وتتكون من سخور جرانتية خفيفة الوزن القشرة المحيطية تعرف بطبقة السيمة وتتكون من سخور بازلتية سقيلة الوزن بنات الطالبات اليوم بإذن الله سوف نتناول درس جديد بعنوان أغلفة الأرض إن الله عز وجل وهب كوكب الأرض أربعة أغلفة رئيسية وهي المسؤولة عن استمرار الحياة فوق سطح الكوكب تعالوا معاً نتعرف على أغلفة الأرض من خلال المخطط الموجود بالكتاب المدرسي صفحة عشرين عددي أغلفة الأرض أولاً الغلاف الصخري ثانياً الغلاف الغازي ثالثاً الغلاف المائي رابعاً الغلاف الحي اليوم بإذن الله سوف نتناول الغلاف الأول من أغلفة الأرض وهو الغلاف الصخري ما المقصود بالغلاف الصخري هو قشرة الأرض أو الطبقة الخارجية وتتمثل في القرات وقيعان البحار والمحيطات هي القشرة الأرضية التي نعيش عليها وسبق درسنا خصائصها في الدرس الأول تتكون القشرة الأرضية من مجموعة من الصخور يتم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية أولاً سخور نارية سخور رسوبية سخور متحولة وسنتعرف على خصائص الصخور المختلفة والآن بنات الحبيبات سوف نتعرف على أهم خصائص صخور القشرة الأرضية قارني بين صخور القشرة الأرضية ابنة العزيزة افتح الكتاب المدرسي صفحة 21 أولاً الصخور النارية توجد على شكل كتل وهي شديدة الصلابة غير مسامية أي لا توجد فيها مسام وخالية من الحفريات ما المقصود بالحفريات بقايا الكائنات الحية سواء نباتية أو حيوانية لماذا؟ هي شديدة الصلابة غير مسامية لأن مصدرها باطن الأرض من أمثلة الصخور النارية صخور الجيرانيت والبازلت ثانياً الصخور الرسوبية توجد على شكل طبقات هي طبقات ترسبت فوق بعض لذلك سميت بالرسوبية هي قليلة الصلابة وتشتهر أو تتميز بمساميتها بها حفريات أي بقايا كائنات حية من أمثلتها الحجر الجيري والرملي ثالثاً الصخور المتحولة وهي صخور نارية أو رسوبية تعرضت للضغط أو الحرارة أو لكلاهما معاً مما أدى إلى حدوث تغير في طبيعتها أي أن الصخور المتحولة كانت في الأصل إما صخور نارية أو صخور رسوبية لكنها تعرضت إما للضغط أو الحرارة أو هما معاً فأدى إلى حدوث تغير في طبيعة الصخور نفسها وتوجد أيضاً على شكل طبقات من أمثلتها الرخام والشست والآن بناتي الحبيبات هيا بنا نتعرف على أهمية الغلاف الصخري للأرض في بداية الدرس ذكرت أن الله عز وجل وهبى كوكب الأرض الأغلفة الأربع الرئيسية حتى تستمر الحياة على سطح الأرض فما أهمية الغلاف الصخري أولاً مصدر للمعادن المختلفة مصدر للطاقة مصدر للسخور والطربة أي أننا نستخرج من الغلاف الصخري المعادن المختلفة مصادر الطاقة مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي وهو مصدر للسخور والطربة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته